يهلا بكم في فيديو جديد الفيديو ده هنتكلم عن المشاكل والحلول للنسخة الاحتياطية للواتساب اللي بنعملها على جوجل درايف في مشاكل كتير بتقابل مستخدمي الاندرويد لما بيعملوا نسخة احتياطية للواتساب على جوجل درايف والمشاكل دي مش في عملية النسخة نفسها لأ في اللي بياجي بعد كده يعني انت اعمل نسخة احتياطية براحتك وبعد كده بقابل المشاكل اللي ممكن تواجهك لما تيجي تستعيد النسخة الاحتياطية دي رقم واحد لو محدستش النسخة الاحتياطية للواتساب لأكثر من خمس شهور ممكن جوجل درايف يعزف لك النسخة دي رقم اثنين في كل مرة بتعمل نسخة احتياطية جوجل درايف بيعمل لك استبدال للنسخة الاحتياطية الأديمة بالنسخة الجديدة يعني تفقد النسخة الاحتياطية الأديمة يعني تفقد محادثات الواتساب الأديمة ومشارة توصلها تاني رقم تلاتة بداية من الفين اربعة وعشرين مش هتعرف تعمل نسخة احتياطية من الواتساب بتاعك على جوجل درايف لو المساحة بتاعتك مكتملة واستهلكت الخمستاشر جيجا اللي بتدهم لك جوجل وتحتاج بها ان انت تدفع رسوم شهرية لجوجل علشان تشتري مساحة تخزينية اكبر عشان كده افضل حلول ان احنا لما نعمل نسخة اعطياطية نحفظها على جهاز الكمبيوتر لان جهاز الكمبيوتر بتاعك بالطبع يكون عليه مساحات تخزينية اكبر بكتير من اللي بتوفرها لجوجل درايف ثانيا ممكن نحتفظ بكل النسخة الاعطياطية القديمة وجديدة يعني مش مغطرين اللي احنا نعمل استبدال ثالثا النسخة دي هتبقى في امان وتحت ايدك يعني ملاش اي علاقة بحساب الجيميل لو انت ان سيته او في مشاكل يبقى افضل حاجة ان احنا نعمل نسخ الاحتياطي على جهاز الكمبيوتر بتاعنا ونستخدم في عملية النسخ دي برنامج مميز جدا وهو برنامج من مميزات البرنامج زي ما قلنا هيسهل علينا استخدام يعني هيكون معنا نسخة الاحتياطية ممكن نقولها على جهاز اندرويد او الايفون ايوه او الايفون سواء النسخة دي كنا وغدينها من جهاز اندرويد او وغدينها من ايفون نقدر نرجع على اي جهاز في هم ومعلومة للي ما يعرفش منكم ان نقل محادثات الواتساب من الاندرويد الايفون عملية مسهلة اطلاقا تعالوا بقى نشوف ان اعمل الكلام ده ازاي بس الاول ما تنساش ان انت هتدعم نضايق على الفيديو وتشترك معنا في القناة لو مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ويلا بينا نبدأ. اول حاجة نعملها هنحمل البرنامج ونثبته ورابط تحميل البرنامج هيكون موجود سندور وصف وموجود في اول تعليق مسبت. هنقوله هنا تجربة مجانية ونحمل البرنامج بدء التحميل. فاتحة المجلد. ونثبت البرنامج. وقبل ما نثبت البرنامج ممكن نغير لغة البرنامج ونضغط على ونختار من هنا ونختار اللغة العربية. وممكن نختار المكان اللي هنثبت فيه البرنامج. تمام? اول هنا تثبيت. نقل بيانات الواتساب بنقرأ واحدة بين جاهزين اندرويد واي اوس. خلاص كده بداية. بصة معي كده بقى. البرنامج بيعمل لك واستعادة لكل البرنامج اللي قدامك دي. بما فيها طبعا واتساب العادي واتساب البيزنس. تمام? انا بالنسبة لي دلوقتي هستخدمه في عامل نسخة احتياطية او نقلها لواتساب العادي. فقطتها لي بالشكل ده. هنا جايب لي اوبشان كتير جدا. ممكن اعمل به نقل من الايفون للاندرويد او من الايفون تمام? وهنا ممكن اخد نسخة احتياطية الاول احفظ على جهاز الكمبيوتر وده علشان ارجع النسخة الاحتياطية اللي انا اخدها من قبل كده. طيب دلوقتي هنوصل الاندرويد. وقبل ما اقول له ابدأ بالنسخة الاحتياطية بص هنا كده. ممكن اخدوا النسخة من جوجل درايف لو انا عامل على جوجل درايف. او من اي كلاود بالنسبة للايفون. تمام? نرجع لموضوعنا. طيب خلينا بقى نمشي مع بعضينا وعدة وعدة كده. واشرح لك البرنامج بتفصيل. ونعرض الاول التليفون على شاشة الكمبيوتر. هادي البرنامج. وهدل الكريك بيه. كلام جميل. ادي الواتساب بتاعي. عليه كل محاطسات بالشكل ده. تمام? ما عندش محاطسات كتير عموما يعني. لان انا عندي اتنين واتساب. في حاجة مهم ما عايز اقول لك عليها في الاول. لو التليفون بتاعك مظهرش هابرناك بالشكل ده. يبقى انت محتاج تعمل تصحيح اخطاء يوس بيه. انا عامل فيديو قصير مدد دقيقة. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف اسفل الفيديو. ازاي تعمل تصحيح اخطاء يوس بيه. تمام? زهر معنا دلوقتي ندخل على واتساب. على الاعدادات. وبعد كده الدردشات. النسخ الاحتياطي تحت. تمام? وبعد كده النسخ الاحتياطي لجوجل درايف نوقفه. اجراء نسخ احتياطي في جوجل درايف. ابدا بالشكل ده. وبعد كده نعمل نسخة احتياطية من هنا كده. تمام? انا عندي البيانات قليلة. تلاتين ميجا فبيعملها بسرعة. تمام? كلم جميل. نرجع بقى على الواتساب وعلى البرنامج. هنقول له هنا ابدأ النسخ الاحتياطي. طيب دلوقتي يقول لي انشاء نسخة احتياطية جديدة ولا تعديد محفوظات النسخ الاحتياطي لأنا عندي نسخة من قبل كده. تمام? هدخل عليها بالشكل ده. واختر النسخة اللي عندي. اخر نسخة انا عاملها هنا. تمام? وقل له استمرار. تمام? نقل مباشرة. جاري الحصول على بيانات والتساب من الجهاز الاساسي. تمام? وانا بيقول لي اكد رقم تليفونك. اختار البلد. اكتب لهنا مصر. تمام? عشان يجيب لي جمهورية مصر العربية. واكتب رقم تليفوني. وطبعا الرقم انا اخفيه عشان ده رقم خاص. وبعد كده التأكيد. هنا في القطوة دي بيقول لي لو عام تحكوا بخطوطين وقفوا. طيب نتأكد كده انا انا عمله ولا اقا? اه دي الاعدادات. وادي الحساب. واتحكوا بخطوطين. انا عامل له ايقاف مش تشغيل. تمام? نكمل مع بعضين الخطوات. قال له استمرار. يرجى التأكد من صحة ثلاثة في كابلة المتابعة. استمرار. جاني الرسالة. على التليفون. تلسع سبعة تمانية. تسعة اتنين تلاتة. تأكيد. دلوقتي اعمل تسجيل خروج من على التليفون. تمام? احنا ماشي مع بعضينا خطوة بخطوة. طيب دلوقتي بقول لي تم النسخ الاحتياطي بنجاح. عرض نسخة الاحتياطية. جاب لي كل الدردشات اللي كانت عندي ايه المحادسات. تمام? بس طبعا هناخفي الارقام دي علشان دي كلها ارقام خاصة. تمام? طيب دلوقتي بقول لي احدد بقى انت عايز تعمل ايه بالزبط? عاوز تنقولها الكمبيوتر? ولا عاوز تستعيدها على الايو اس? ولا عاوز تستعيدها على الاندرويت? انا دلوقتي اقول له مسلا بنقولها الى الكمبيوتر. نقل. ارجعت عديدين ملفاتها اللي تحتاجنا نقلها. ايوة طبعا لازم احدد. حددت كله. نقل الى الكمبيوتر. تمام? بقول لي حدد المكان. اختار الدسك توب وعمل له خلاص هي نزلت تحت ايه. تمام? اوكي. جاري نقل المحادثات وتم النقل ودي المسج بالشكل ده. فتح لي عليها مباشرة. كلم جميل. طيب. دلوقتي اصبح معي نسخة احتياطية محفوزة على جهاز الكمبيوتر ومحفوزة في البرنامج. اقدر بقى في اي وقت اعمل لها استعادة للاي او اس للآيفون او للاندرويت. وبتابع بقى التعليمات اللي البرنامج بيدهاني. زي التحقق من رقم التليفون. ودلوقتي في البرنامج طبعا عمل تسجيل خروج. هعمل تسجيل دخول وابدأ اعمل استعادة الى الاندرويت. رابط احملي برنامج موجود في سند الوصف وموجود في اول تعليق مسبت. ما تنساش تعملنا اللايك على الفيديو تقديرا للمجهود.